كان فيه كلام كتير اول نهاردة تقال عن اقتراب رحيل جوزيجو ميز عن نادي الزمالك وتحديدا بسبب عرض من نادي الاتفاق السعودي انه يضرب الاتفاق السعودي خلفا لي ستيفن جيرارد احكي لك الحكاية جوزيجو ميز دايما عنده عروض من الخليج كان عنده عرض من ايران قبل كده طول الوقت عرض الاتفاق ده الاتفاق ما عرضش على جوزيجو ميز انه يجي الفريق بس احد الوكلاء عرض على الاتفاق احد الوكلاء اللاعبين عرض على الاتفاق انه يجيب لهم جوزيجو ميز طيب جوزيجو ميز رغبته ايه جوزيجو ميز مش عايز يمشي من الزمالك على الاقل لنهاية الموسم الحالي مبدأ ايه وانا كنت اتكلمت معاكم قبل كده ان جوزيجو ميز عجبه البطولات والانجازات اللي بيعملها مع نادي الزمالك اي مدرب اجنبي يفري مع الامور المالية بس هو عند جوزيجو ميز مش اولوية تيجي في المرتبة التانية بعد النجاحات واموره شبه مستقرة في نادي الزمالك الرواتب بتاعته ما بتأخرش كتير وحتى ما بتأخر هو مش من الناس اللي بتقفش على طوله بتتداق على طول فوضع مستقر الى حد كبير في نادي الزمالك از على الاقل مكمل مع نادي الزمالك لنهاية الموسم جهكا اشتركوا في القناة